السلام عليكم وبسم الله الرحمن الرحيم. كاملين مع بعض في بتاعتنا. هنبتدي النهاردة بلاي لست جميلة. اعتقد هي تبقى مهمة جدا الفترة الجاية ديه لان الراس بري بواي تمانها بقى يعني اه ارقام غريبة شوية. بنبتدي نتكلم في اربعة وخمس وست تلاف كمان. يعني كان زمان الراس بري باي ممكن بتبقى ب الف جنيه و الف ومئتين ومستغليانها. يعني مكناش عايزين نجيبها عشان غالية بالنسبة لها. طبعا اكوردنج للسعر الوقتها يعني. بس هوا دلوقتي الكوست بتاعها لا يعني اوفر شوية. فيا اما الطالب بيضطر يجيبها مستعملها يعني بيأجرها يا 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 عشان يقدر يبراكتس. طيب. ايه الواسية يعني مسلا في الامبتدي دي البرومتال عندنا بروتس. يعني انا لو طالب مش مسلا انه ظروف المادية مش احسن حاجة ممكن اطبق على البروتس اللي هوات لما اقدر اشتري حاجة واطبق عليه. طيب. احنا في نفس الفكرة برضو في يلا منح حاجة مهمة جدا اسمها الكيميو. الكيميو طبعا اه مرارا وتكرارا مسلا في الاستخدامات بتاعت اليوكتو في البيلدروت في 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 لو انا عايزة تست بالامج بتاعتي او تست باين نريد نستخدم حاجة اسمها الكيميو. فاحنا ان شاء الله البليلست دي دورها ان عملنا في الامبتديد لينيكس. جي كاملة وبتطبقنا على الرسم وعايزة تطبق الامج كاملة. عايزة يبقى عندي كأن في بارتشن. بقى آآ. كأن يبقى معي ميموري كارد كمان. طبعا ممكن اوصل ميموري كارد. يعني ممكن اجي فعلا امج عليها آآ راسبيا مسلا اللي هي بتاع راسبيا واي. وخلي الكيميو يشغلها. وهنشوف طبعا الكلام ده مع بعض. وبردو ممكن اسيميوليت ان انا عندي ميموري كارد واقسم البرتشنز بتاعته واقسم الفولدرز وابتدي احط الوط فايل والروت فايل سيستم وبرضه ممكن ابتدي اعمل جيو اي بالكيميو فالكيميو بصراحة في كل حاجة انت ممكن تحتاجها اولا هو ممكن يخليك تشير النيتورك وممكن تتحكم في الستوريج في اليو اس بي تقدر تكتب عليها ديفايس درايفرز فكل ما هتتمكن في الكميو كل ما هتديك القدرة على البراكتس للايمبيدد لانكتز زادت سويا ان انا سميت البلايلست دي راسبري باي ات هوم يعني كأنك بتعمل راسبري باي في البيت طيب خلينا برضو يعني نستعرض قوة الكميو قبل ما نخش تكنيكالي في ايه هو الكميو الكميو طيب احنا هنفوكس على الراسبري باي اه هي بتصمبورت من راسبري باي زيرو لغاية راسبري باي فور لو حد برضو سمع على الدوكر فاحنا فيه دوكر معروف اسمه دوكر ار بي اي الدوكر ده خلينا نجيب لكم الجيت هوب بتاعه ذات نفسه يلا باشيب النام بادري اه ايوه الدوكر ده ذات نفسه كل اللي هو اكشلي بيبيز على الكميو يعني انت بعد ما بتنزل الدوكر ده وبتاعه مش عارف ايه خلاص بقى عندك اه امج راسبري باي يتقدر تتست عليها وادي اه اه قالك ان الراسبري باي كزا والارم بتاعي ارمي فورجن سيكس لو دخلت وبسيت في الدوكر هتلاقي ان الدوكر فايل او الدوكر ده كله معتمد على الكيميو اوكي طيب فخلينا مثلا نشوف اكزامبل من اليوكتو ذات نفسه في اليوكتو مثلا انا لو حد حابب اطبق على كيميو ارم يعني انا حابب مثلا الامج بتاعتي دي في الاخر هاخدها ونزلها على ارم بروسيسور فانا ممكن استخدم الكيميو از ارم ممكن استخدم كيميو ارم سكستي فور اه لو انا هنزله على مابس او هنزله على اكز ايتي سكس اوكي طيب ده كده بنكلم من سياق اليوكتو تقدر تعمل كده اه خلينا برضو نشوف عملي الكلام ده يعني احنا مثلا هنا اي تنك ان هي دي اه لو انا هنا مثلا اه على الامج دي الامج دي شغالة باليوكتو انا بالتالي دلوقتي قدرت تران امجها هي وده الكيرنل لوجز وانا عادي خالص في اليوزر سبيس يعني انا معمال كانوا كده بنتكلم ايه اه virtual machine اه وهوريكو اتزامبلز كتير يعني عشان اوضح حاجة زي كده فانا دلوقتي ادرت اه اه اتست الامج بتاعتي دي الامج الجنريتد من اليوكتو باستخدام الكيميو اوكي طيب حاجة تانية اه انا مسلا عندي امج عامل لها شورت كات يعني الامج دي اصلا فويد لينكس لو حد عارف الوبراتينج سيستم ده فبدل ما نازل virtual machine والvirtual ماشين دي اصلا طب عليها void لينكس لا انا مقاوم الويد لينكس كله على اه الكيميو فبالتالي اقدر اشغل جيو اي عادي خالص يعني لست ساي خلينا بس نفتح تيرمنال لست ساي هقول له فاير فوكس وهتلاقي الفاير فوكس فتح عادي خالص هنا او الدنيا لطيفة فاذا الكيميو مش بس ان هو ممكن يشتغل معاك كتيرمنال وتشوف الحاجة لا ممكن كمان تستخدمه كجيو اي وهنشوف ديورينج البلايلست دي ازاي نبني الامج فروم سكراتش واحدة واحدة لغاية لما اه نشغل الكيميو امج بتاعتنا بعد كده نبتدي نشتغل طبعا كل ده هيبقى فور اكس اتي سكس اللي هو بس نفهم الكيميو شغال ازاي بعد كده ستيب باي ستيب هبتدي بقى ايه انازل الامج بعد الراس بري باي اللي هي الراس بيان وبردو نبتدي نفلاشها او نرنها بيوزنج الكيميو فالبلايلست دي على قد ما هي ان شاء الله هتبقى موفرة هي هتبقى برضو مليانة معلومات كتيرة للامبيد لانيكس لان هي هتضرب مسلا الامج اللي احنا بتعمل بنعملها هيدرب لنا بعض الارورز في الحاجات البيزيك يعني هو محتاج فايلات معينة عشان السيستيم يقوم بتاعة مش عارف ايه فهتلاقي فيها برضو تكنيكال نالج لطيفة اتمنى ان شاء الله ان البلايلست دي هتعجبكم اشتركوا في القناة